السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا اصدقائي في فيديو جديد من قناة دروس انجليش ان شاء الله النهاردة هنشتغل منهج كونيكت كي جي تو الترم التاني من كتاب المعاصر هنبدأ في يونت ايت معنا لسون زي تو اند سري هنا لسون تو اند سري بيكلم عن لتس فلاي اا كايت هيا نطير طائرة ورقية هنا بيقول لتس فلاي اا كايت هيا نطير طائرة ورقية نحن نساعد بعضنا البعض نحن نساعد بعضنا البعض هنا بيقول لك انظر لدي زحليقة عندي هنا بيقول لك انظر لدي ارقوحة هنا بيقول لك انظر لدي دراجة بيقول لس فلاي اا كايت هايا نطير طائرة ورقية شكرا لك انظر اي ارقوحة بيقول لك انظر لدي ارقوحة هنا عندنا اللانجوش. اللانجوش بتاعتنا عن إيه؟ I have got a I have got a أنا أمتلك أو أنا لدي تستخدم للتعبير عن الملكية to express position أوكي I have got a للتعبير عن الملكية يعني الشيء ده بتاعي I have got a bike يعني أنا لدي دراجة الدراجة دي ملكي I have got a scooter أنا لدي سكوتر عندنا هنا I have got اختصار لها كلمة have got الابسترف هنا اختصار I have got equal have got ممكن نكتبها بالشكل ده وقبلها I وممكن نكتبها عادي بالشكل ده I have got للتعبير عن الملكية يعني الشيء ده ملكي أوكي طيب تاني language معانا let's plus infinitive يعني مصدر الفعل يعني الفعل من غير اي اضافات هيا بيجي بعدها الفعل من غير اي اضافات تستخدم لعمل اقتراح to make suggestion أوكي let's fly a bike هيا نقوم بايه ان احنا نطير طائرة ورقية let's fly a kite let's play اي اوكي يبقى let's بيجي بعدها فعل والفعل ده من غير اي اضافات يعني مفيش في اس مفيش اي دي مفيش اي ان جي مفيش في اي حاجة الفعل في صورته الاولى نضيف من غير اي اضافات يبقى عندنا two language i have got a يبقى انا املك انا املك اي i have got a kite انا لدي طائرة ورقية i have got a trampoline انا امتالك مثلا ايه ايه نطاطة i have got a scooter انا لدي سكوتر طيب تاني language هنا معانا let's plus المصدر يعني الفعل اللي بيجي بعدها بيجي من غير اي اضافات Let's play Let's fly a kite اوكي هنا بيقول look I have got a bike انظر انا لدي دراجة هنا البيكتشر دي بتقول Look I have got a slide انا لانظر انا لدي ايه زحلة يبقى كده listen to and three خلص في يونت 8 لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وكمنت وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم اللي سن اللي بعد كده